أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء جميع رحلاتها المتجهة من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت ابتداء من اليوم وذلك كإجراء أمني احترازي حفاظا على سلامة الركاب وقالت الشركة عبر بيان لها أنه بناء على معلومات أمنية بوجود حظر على بعض المصارات الجوية المؤدية إلى بيروت بسبب منورات روسية عسكرية تم إلغاء الرحلات لمدة ثلاثة أيام وفيما أكدت الشركة أن هذا التوقيف مؤقتا وخاضعا للتقييم اليومي والذي على ضوئه سيتحدد استمرار التوقيف أو إعادة التشغيل أشارت إلى أنها تعمل على تطبيق كافة وسائل السلامة الجوية حرصا على أمن طائراتها وركابها وسادت حالة من الإرباك في بيروت أمس تزامنا مع طلب روسيا من لبنان عبر هيئة الطيران المدني تحويل مصاري الطائرات المدنية من الخطوط المعتادة بسبب رغبتها في إقامة مناورات بحرية في المياه الدولية في البحر المتوسط مما سيؤثر على خط الطيران المدني يأتي هذا فيما أكدت السلطات اللبنانية استقرار حركة الإقلاع والهبوط في مطار بيروت لافتة إلى أن مواعيد الرحلات الجوية لشركة الطيران العاملة في المطار تعمل وفق المواعيد المحددة لها سابقا باستثناء شركة الخطوط الجوية الكويتية التي ألغت رحلاتها من جهتها أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط أن بعض رحلاتها لدول الخليج العربي ستستغرق وقتا أطول بسبب المصارات الجديدة ترجمة نانسي قنقر